اشتركوا في القناة دخل الفرنسي بول بوكبا لعب وسط منشستر يونيتد في مشادة مع مدربه البرتغالي جوزمورينيو بسبب تصريحات اللعب الأخيرة عن الأوضاع في الفريق لتزيد احتمالية رحيله إلى برشلونة الذي يرغب في التعاقد معه وكان بوكبا قد قال في تصريحات صحفية أن هناك بعض الأمور التي يمكن الحديث عنها والأخرى التي لا يمكن ذكرها حتى لا يتعرض للعقاب وهو ما أثار التكهنات حول علاقته بمدربه البرتغالي ورغبته في الرحيل إلى برشلونة وذكرت صحيفة سان البريطانية أن مورينيو عبر عن غضبه في تصريحات بوكبا التي فهم منها الهجوم عليه وطالبه بعرض مشكلاته بدلا من ذكرها في العلام على النحو الذي قام به وبات لعب الوسط الفرنسي أقرب ما يكون إلى الراحيل عن الفريق الإنجليزي بعد أن فشلت محاولة مورينيو لإرضائه وإخماد نيران العلاقة المتوترة بينهما كشف الكرواتيسيما فراساليكو حقيقة تحديثه مع مواطنه لوكا مودريتش لإقناعه بالرحيل عري المدريت والانضمام لصفوف انترميلا لإيطالي هذا الصيف وكان فراساليكو انتقل من صفوف أتلاتيكو مدريت إلى نيرانزوري خلال موسم الانتقالة الصيفية الحالية وفي تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا كان خياري أن أتي إلى هنا كان هناك جهدا من جانبي ومن النادي كان القرار الصحيح لدينا فريق للقتال حتى النهاية وبشان مودريتش أوضح فراساليكو بالنسبة إلى لوكا فهو صديق لي وأنا أحترمه حقا لذا لم أسأله أبدا عن تلك الأمور الخاصة سيقرر ما يريده ليس من الصواب بالنسبة لي أن أتحدث عن هذا الأمر ذكر التقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفينتوس سيقدم عرضا للتعاقد مع دريال رابيو نجم باريس سان جرمان وأحد أهدف فريق برشلونة الإسباني هذا الصيف وبحسب موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي سيقدم يوفينتوس عرضا لباريس سان جرمان الفرنسي للتعاقد مع دريال رابيو قبل غلق نفذة الانتقالة الصيفية وتغلق نفذة الانتقالة في إيطاليا مساء الجمعة ويأمل يوفينتوس في حسم الصفقة في الوقت المناسب لتعزيز مركز خط الوساط وأرتبط رابيو بإمكانية الانضمام لبرشلونة هذا الصيف لكن لم يحسم النادي الكتالوني مفاوضاته وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة مفاوضات متقدمة بين البيان كونيري وسان جرمان تخذ نادي انتر ميلا الإيطالي قرارا بشان التعاقد مع البرازيلي رافينيا الكنتارا من صفوف برشلونة حال فشل المفاوضات مع الكرواتي لوكا مودريتش لعب ريال مدريد وبحسم كالتشو ميركاتو الإيطالية فإن انتر ميلا لن يتفاوض لضم رافينيا حتى إذا لم يحصل النادي رجزوري على توقيع مودريتش وأشار التقرير إلى أن برشلونة سيرغب في الحصول على مبلغ 40 مليون يورو لبيع رافينيا الأمر الذي يدفع انتر ميلا للتراجع عن المفاوضات واختتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن فرص مودريتش في مغادرة ريال مدريد تتلاشى مع مرور الوقت كشفت صحيفة موندو دوبورتيفو الإسبانية المقربة من برشلونة عن سبب غياب جيرارد بيكي عن تدريبات فريقه وكان الحساب الرسمي لبرشلونة أعلن قياب بيكي عن التدريبات الجمعية لبرشلونة قبل مواجهة دوبورتيفو ألفش في أولى مباريته بالليغة وأوضحت الصحيفة أن بيكي حصل على إثنين من برشلونة للسفر إلى أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية وأشارت موندو دوبورتيفو إلى أنه في هذه الولاية يصوت الاتحاد الدولي لكرة المضرب على بعض التعديلات بكاس ديفاز والذي يرعاه شركة كوزموس وهي التي يمتلكها بيكي قال البلشكي روميلو لوكاكو المحترف ضمن صفوف مانشستر يونيتد أنه يفكر بشكل جاد في الاعتزال الدولي عقب المشاركة مع منتخب بلاده في كاس الأمم الأوروبية المقبلة المقرر يقامتها في 13 مدينة مختلفة بالقارة العجوز وقال لوكاكو في تصريحات لموقع بزنس انسايدر إن مونديال روسيا سيكون بنسبة كبيرة هو الأخير له مع منتخب بلاده وبالتالي سيغيب عن المشاركة في كاس العالم 2022 ويبلغ لوكاكو 25 عاما ما يعني أن اللاعب البلجيكي والاعتزال الدولي مبكرا في سن 27 عام فقط وأوضح اللعب البلجيكي أن الجيل الحليل منتخب بلاده يستهدف التحقيق أفضل نتائج الممكنة في كل البطولة الكبرى مشيرا إلى أن الفريق لا يقبل إلا بالوصول إلى الدور نصف نهائي وأشار إلى أنه سيتخذ قرارا بالاعتزال الدولي مبكرا لمنح الفرصة للجيل المقبل من لعب منتخب بلجيكا أكد مدرب بورتو البورتغالي سيرجو كونسينساو أنه ضد فكرة راحيل اللعب الجزاري سين إبراهيمي في فترة الانتقالة الصيفية الحالية وذكرت صحيفة سابو ديس بورتو البورتغالية أن المدرب سيرجو أوضح أن إدارة النادي تريد أن تخسر أحد أفضل لعب الدوري البورتغالي ويرى سيرجو أنه يجب على إدارة النادي أن تحافظ على أبراهيمي إذا أرادت تحقيق أهدافها في الموسم الجديد واتلق الجزاري العديد من العروض في المركز الصيفية الحالية أهمها من موناكو الفرنسي لكن إدارة بورتو تفاضل بين تلك العروض انتقل سيرجي بالانسيا لعب فريق برشلون الإسباني بصفقة رسمية إلى دورية الفرنسي خلال موسم الانتقالة الصيفية الحالية وأعلن الحساب الرسمي لنادي بورتو عبر تويتر توصله لاتفاق مع نظيره برشلون يقضي بانضمام اللعب إلى النادي الفرنسي وانضم بالانسيا إلى بورتو على سبيل الإعارة لمدة عام وسيتكفل النادي الفرنسي بدفع راتبه خلال فترة الإعارة ولعب بالانسيا مع برشلون في جولة الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة فالفيردي وسبق وخض أكثر من مئة مباراة مع برشلون بي في الموسمين الماضيين ذكرت صحيفة آس أن أخذ لقاءة الدورية الإسباني قد تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الموسم الحالي تنفيذا لاتفاق بين رابطة الدورية الإسباني وشركة أمريكية لتطوير ودعم كرة القدم في أمريكا وكندا وتركز الفكرة على لعب ريال مدريد أو برشلونة لقاءة رسمية للدورية الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية وغالبا سيكون اللقاء في شهر يناير من السنة القادمة ويهدف الاتفاق الذي يحدث لأول مرة في التاريخ بين رابطة الدورية الإسباني والشركة الأمريكية التي يملكها استفار روس إلى نقل لقاءة الدورية الإسباني نحو سوق كبير ومهم ومتطور هو السوق الأمريكي وكان خافير تيباس رئيس رابطة الدورية الإسباني أكد سابقا أنه يهدف لنقل عدد من لقاءة الدورية الإسباني لخارج إسبانيا في بلدان كالولايات المتحدة الأمريكية أو الصين وكوريا الجنوبية واليابان ولعب كاس السوبر الإسباني من لقاء واحد خارج إسبانيا لأول مرة وجرى في طنجة المغربية قالت تقارير صحفية إن لجنة خاصة بالنظام والأمن العام بمدينة فيرونا الإيطالية تنويل استعانة بقوة خاصة حول ملعب بينتغودي الذي يحتضن مباراة كيفو فيرونا ويوفنتوس في الجولة الأولى من بطولة الدورية المحلية وبحسب ما ذكرته صحيفة كوريرو ديليفينتو الإيطالية فإن مدينة فيرونا تستعد لحدث بارز ومميز مطلع الأسبوع المقبل حيث تستضيف أولى ظهور رسمي لكريسيان رونالدو في السارية A رفقة فريق يوفنتوس وأوضح المصدر أن ثمة مخاوف تسيطر على لجنة النظام والأمن العام بالمدينة خلال الوقت الراهن خوفا من حدوث تدافع على مدرجات الملعب الذي يستضيف المباراة من أجل مشاهدة رونالدو بقميص فريقه الجديد وأضف أن لجنة النظام عدت خطة خاصة ليوم السبت المقبل فيما يتعلق بالتنظيم المروري وتسهيل عملية دخول الجماهير إلى ملعب المباراة عزيزي متابع قناة عرب جول هل تتوقع انتقال الرابيو إلى اليوفي؟ شاركنا برأيك شكرا 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 مشارك شكرا مشارك ترجمة نانسي قنقر